لكل أرملة ترملت بعد استشهاد زوجها ولكل أم ثكلة على ابنها شهيد ولتراب هذا الوطن الغايد علينا نعلن الرأي النهائي لهيئة قضايا الدولة في مسألة الإشراف على الإشراف أعلن برفضنا التام والقاطع في الإشراف على هذا الاستفتاء الغير مقنع لجموع كثيرة من الشعب المصري فلا نشرف إلا على استفتاء أو على مشروع دستور يرضي جميع طياف الشعب المصري ونحن حينما نشرف في المقام الأول باعتباره واجب وطني سيعود بالنفع على الوطن كله أما التلويح بهذه المكافآت فنحن في غنى عنها ولو نشرف ولو كانت قيمة المكافأة مليون جنيه لكل عضو الإشراف هذا واجب وطني واجب وطني بس يجي في محله في الوقت المناسب في الوقت المناسب إمتى لما يكون للشعب لا يوجد حالة انقسام لا يوجد حالة من حالات القتل لا يوجد حالة الشوارف لا يوجد حالة علام دستوري بيعتدي على السلطة القضائية هذا الاستفتاء هو الواجب الوطني إنما الاستفتاء في الزل تقاتل المصريين بعضهم а البعض الاستفتاء في الزل الاعلام دستوري يعتدي على السلطة القضائية لا يوجد لا يوجد إحنا نباشر نباشر في الستفتاء يقول adalah عمل وطني واجب وطني في التوقيت الحال ولكنه باشر الاستفتاء في الجو يكون فيه بعد إلغاء الاعلاج الدستوري الشعب المصري مهيئ لعمل استفتاء دون إشراف السلطة القضائية والهيئة القضائية لا يجوز عمل لاستفتاعة بسطن كما تدع الجسد القضائي كاملا ممثلا في جميع الهيئات القضائية لعقد جمعية عنومية مشتركة للخروج بورقة عمل تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية